الموقف الوبائي في العراق الحمد لله في تحسن في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية لكن هذا لا يعني أننا خارج منطقة الخطر فلا زال العراق يسجل تقريبا بين 900 أو 1000 حالة كل يوم وهذه حالات كثيرة بالنسبة لخروج من الوباء اليوم على التحديد كان فيه 915 حالة وكان فيه 16 حالة وفاة يعني بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ولو إنه في وفاة واحدة فهذا كثير لأنه نتطلع إلى إن شاء الله الخروج من الوباء في أقرب وقت ممكن دراسي اليوم في العراق أقصد هل لديكم متابعة أيضا لإجراءات السلامة والتوصيات الصحية فيما يتعلق بسلامة الطلبة والتلاميذ وإيضا كوادرة تدريسية بالذات وأن الوزارة الصحة العراقية التزمت بتوصيات منظمة الصحة العالمية موضوع اللقاح نعم هناك شراكة قوية ومتابعة يومية بين وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية ترجمة نانسي قنقر